أزابرش أفن السؤال أنه الزيارة التي قامت بها سيدة فرح ديبة الطباطة باية أو فرح بهلوي إلى العراق ولقائها مع الرئيس صدام قشين التي أحدثت انقلابا في تعامل سلوك الحكومة العراقية آنذاك مع السيد المرحوم الخميني الذي اضطر لمغادرة العراق إلى الكويت ومنها إلى باريس هل لديكم معلومات عن هذا اللقاء ماذا جرى تحديدا طبعا شحبانو سافر إلى بغداد من أجل شيئين شيئين شوفوا صدام حسين الرئيس صدام حسين يزور آيات الله أبو القاسم خوي آيات الله أبو القاسم خوي كان أول زئيم ديني للشيئة في الزمان طبعا خميني كان يأتي ويأخذ مهل لكن أبو القاسم خوي كان لديه قوة كثيرة جيدة في داخل إيران شحبانو زار خوي الرئيس صدام حسين من الرئيس صدام حسين طبعا طلبت أن خميني يحترم إيران و هي لم تطالب إبعاده من العالم عبدا حتى الشاه إيران حتى الشاه إيران ما طلب هذا وحتى هو راه إلى كويت خميني وأمير كويت اتسل بالشاه إيران شاه الله خليه أنا أنا ما أطلب لك أن ترفضه إلى كويت حتى برزيدنت والرئيس كاردستان موجود الآن وقال لي وقال للصوف رزيدنت والرئيس كاردستان بعدما أقرباء خميني يزدي قتبزاد قرروا أن يأخذوا إلى پاريس والرئيس كاردستان عندهم الفرنس كان عندهم قرض كثير عند الشاه إيران شاه إيران كان دفع ملياردات دولار للفرنس لشراع الأسلحة لا النبوية الطاقة النبوية الطاقة النبوية دوغول جنرال دوغول يعطي إلى إيران يقول نحن عندنا فكر وفن لا ما عندنا مسار شاهدت فا وإيران شريك أشرب الماء أشرب الماء برزيدينت الرئيس والرئيس كاردستان أجل إلى إيران مرتين ومرتين شاهد شاه في باريس في سان الروبي وطلب مساري وعطاه شاه وشاه إيران كان يدفع تقدم الاقتصاد في فرنسا في سان حسن يعني هو لم يطلب حتى من الفرنسيين بعدم استقبال هو قال جستان طلب إذا تريد أنا قال لا لا خليه يأتي إلى بلدكم من أندي ما فيه أي مشكلة ما فيه أي مشكلة الشاه كان إنسان ديمقراطي وإنسان طيب فرح بهلوي فرح دي بالطباطبائي التقت بالرئيس الراحل صدام حسين وبالسيد الخوئي وهو أكبر مرجع شيعي آنذاك في العالم طبعا وهو يعني عاوزة النجف الشهيرة ماذا جرى في هذا اللقاء إذا كانت أديكم بعض المعلومات طبعا خوي أي يد الشاه وخوي أعطى خرج من يده وأعطى للشاحبان قال حدية مني للشاهيران وأنا أعتقد مع هذا هو سينجح هذا خوي قال وفرح أكثر أن يحكي ما رئيس صدام حسين كانت تريد تحكي ما آيات الله خوي لأنه كان رجل الدين كبير ولكن مع الأصف الدعاية والبرنامج والمنظمة للثورة كان قويت جدا موسيقى موسيقى